السؤال بعد كده بيقول سلام عليكم أرجو عرض مشكلتي أنا متزوجة من سنتين ونص جوازة أنا ما كنتش راضي عنها طيب وما كنتش مسترياحة نفسيا وأهلي ضغطوا علي عشان السن 28 سنة صغيرة بالرغم كان بيتقدم ناس كتير من وجهة نظري مش مناسبين فكنت برفض جوزي يسافر فترة صغيرة قبل الجواز يشتغل برة وجاد كورونا وما قدرتش يسافر تاني وبأنه سنتين ونص الجواز من غير الشغل ولا مصدر دخل أهلهم مسيطرين عليه يمين يمين شمال شمال مش بيعمل حاجة غير خدمتهم ويسوق بيهم لأبسط المشاوير وأقل الطلبات ويدولوا الفتفيت يصرف منها ولدي والدتي مش مقصرين في حاجة لي أنا عايزة يطلع يشتغل بس أبوه وإخواته بيرسموله مستقبله ويقولوا اسباري لحد ما إخواتي يشوفوا لي هو بيقولها اسباري لحد ما إخواتي يشوفوا لي شغل تاني برة والعمر بيجري وما فيش جديد ومطلوب مني أستحمل وردي وأرضه ومقصر في بيته ومش بيشتغل ومع ذلك مش بيقعد في البيت كام ساعة على بعض يقضي مصالح البيت كله للأب والأم والإخوات إيه الحل وإعمل إيه عشان حاله يتصرح ويركز في مستقبله ورزه أول حاجة بسه عشان عندنا شوية حاجات كده شوية حاجات مهمة في السؤال ده أول حاجة هو المشكلة في الحقيقة أن الزوجها شايفة أن زوجها بيته مش من أولوياته هو شايفة الأولوية في بيته هي شايفة هي شايفة صاحبة السؤال أن الأولوية ليه هو أبوه أمه إحنا في إطار معين بنقوله ما ده طبيعي أن أبوه أمه يبقى من أولوياته بس من أولوياته في إيه من أولوياته في الخير لكن من أولوياته في السيانة من أولياته في حفظهم لكن الأولى في الرعاية هو أهل بيته لأن أول ما يسأل عنه الأمر ما استرعاه الله وربنا استرعاك مين؟ أهل بيتك وحضرت النبي علمك أن أنت تعطي لكل ذي حق حق يعني أولادك يحتاجين مدارس يبقى أولادك تعلمهم تعلمهم يعني إيه؟ تعلمهم المناسب للبيئة اللي أنت فيها مناسب للمستوى اللي أنت فيه لكن ما يجيش أهلك يقولوا لك إيه؟ نزل أولادك عن مستوى التعليم اللي أمه يتعلموه عشان إيه إحنا محتاجين الفلوس دي وهم محتاجين أن هم إيه؟ يحافظوا على مستوهم الاجتماع لا 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 كده أنت بتظلم كده ما بتعدلش يبقى أنت لازم تحافظ على تعليم أولادك وأهلك لازم يساعدوك في ده الأمر الثاني لازم أهلك يساعدوك أن أنت يبقى على الأقل عندك عدد من الساعات تقضيها مع أهل بيتك إحنا لو قصمنا البيت كده هو شغل ثمان ساعات وساعتين مواصلات واضح أن أنت عندك عربية ساعتين أو ثلاثة مواصلات يبقى كده 11 ساعة وست ساعات نوم يبقى كده 17-18 ساعة لو خليت اتنين لأهلك وأربعة لأولادك ما هو ده العدل؟ لأن أولادك هم اللي محتاجينك أكتر تخيل والدتك ووالدك اتربوا ولكن هم بيحتاجين خدمة آه تخليه ملقته لكن الوقت الأكبر لأولادك عشان دول اللي عن تحتاجين يتربوا هي زوجتك مش عارفة تقولك الكلام ده بس أنا أقدر أقولك بالطريقة دي لأن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول في بعض الأحيين بس أنا أقول ده ده الأنصر الأولاني إنه وفين الأولى الأولى بالرعاية هم بيتك زوجتك وأولادك وأهل ووالدك ووالدتك لازم تبرهم في فرق ما بين البر والرعاية اللي محتاج رعاية دلوقتي هو بيتك وهم محتاجين بر طب أقولك كده ليه عشان أقول الحياة التانية بقى لزوجتك أنا قلت الكلام ده قلت الكلام ده للزوج أنا عايز أقولك أنت بقى المفروض إن الزوجة تفرح لما زوجة يبر أهله أنت واضح أن يبر أهله مدخلها على خط عدم الرضا عنك أنت متجوزة ومش راضية فإن اللي حاصل فمخليها في عداء بينك وبين أهله لو إنك أنت علمت جوزك وأكدت على جوزك أن يبره بأهله ده حاجة تزينه مش تشينه ده حاجة تشرفه مش حاجة تخليه شخص ناقص ولا شخص بس إيه اللي حاصل تعال نقسم وتعال بالرهم بس كمان ما تأثرش في حقنا وأنا فرحانة بيهم ولو أنت حسنتي علاقته بأهله ولذلك إحنا دايما هنا بنقول قاعدة مهمة أول إن أقرب طريق لقلب جوزك أهله وبالذات النمط بتعزوجك ده كوني عاون له على الشيطان وعاوني له على نفس الأمارة بالسوق بإن أنت تحسن الأهله دي الحياة التانية حاجة الثالثة بأهول مهمة إن أنت لازم تغيري فكرة إن أنت متجوزة غصبا عنك ما ده هيكاد درج طول حياتك طول ما عشان بعد كده إيه نفسك الأمارة بالسوق راضينا بالهم والهم مش راضي بينا لا أبدا بإيه اللي يخليك جوازه هم فأنت لازم تغيري هذا المسلك طب إنت محتاجة دعم أوه محتاجة دعم محتاجة إرشاد الزواجي أوه محتاجة أنت وزوجك فلذلك هذا الكلام اللي أقولت لكم دي أصول للحل لكن إذا كنتوا محتاجين دعم فتفضلوا إلى مركز الإرشاد الزواجي في در الإفتاق المصدرين